بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أهلا وسهلا فيكم هون بهذا الدرس نكمل الشغل نشوف هون الشغل صار جميل وواضح بالفوت كنترول هون بدي أعمل الركبة الركبة عشان تعملها ستب زي ما حكينا بدنا الانيميتر يكون مرتاح بدنا نعمله بدنا نعمل عنصر برا زي ما عملنا الكيرف هاي اللي تحت عساس انه يختارها بسهولة ويحرك الركبة يمين وشمال نعمل كونسترين لعنصر ولي يكون كيرف من الكيرف اللي أكبسنا على هاي الدائرة أول وحدة اوكي بحكي لك دراج على الأرضية اوكي طبعا ما بتيجي بالمكان بالزبط بقدر تعمل سنتر بيفت أنا عاملهم بالكاستم الشلف مالكاستم اوكي وستر بيفت وريست ترانسفورميشن اوكي اوكي الآن ممكن اخليها دائرة ممكن اعمل فيها الشكل انا بدي اكبس رايت كليك وضلني كابس واكبس على كونترول بيرتكس اختار من الفيرتسيز واحدة عكس الثاني شوف انا اخترت واحدة هون اختار واحدة مباشرة مقابلها اذا بتذكر اخر اشي استعمالنا بالسيتنج اللي هي سيتنج تعد اداة التحديد دابلو تلك عليها بعطيني سيتنج تول تول سيتنج انزل تحت تلاقي رفليكشن تقدر تشيل عنها عشان تختار كلها الحال انا بدي اياها هلا واختار هاي النقطة واختار هاي النقطة يعني انه مختار كل نقطة ورا نقطة خلنا اشيل الرفليكشن اوكي اخترت النقاط الاربعة اختار نقطة وقسب نقطة بعدين بكبس R عالكيبورد بعدين بصغر الشكل لما يصير عندي مثلا هذا الشكل اوكي هذا الشكل Object Mode بدي استخدمه ل للركبة اللي هي هاي الني اول شي عشان اجيبها على المكان الصح بتأكدني على اداة التحريف وبكبس حرف V وبظلني كابس على الكيبورد وبكبسة ماوس بالوسط او العجل هذا بتكبس عليها وتحرك شوي بتلاقي انه صار في Snap بدي اعمل Rotate 90 درجة عشان تصير بشكل عمودي الان خلي هاي لكو بست اربع على الكيبورد حشوف هيرفريم شوف هي جاي بالمكان المظبوط ولكن الشكل داخل عشان تكون الرقبة في المكان الصح ممكن احركها بس انا بدي البفت يضلوا على الركبة فبكبس رايت كليك لا خلص اوكي كلها بي خلني اطلح لبرة ما بهم خليها البفت عليها مكانها اوكي خلني اعمل undo عشان اكررها كونترول دي فور تابلي كيت و في ماوس مدر كليك عشان تحرك لا وسط الركبة الاخر اوكي اوكي الان عندي ركبتين عشان تعملهم setting صح شيل منهم الهيستوري و center pivot و freeze transformation اوكي هلا هادي الركبة بدي اربطها مع ال 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 اختار اول اشي العنصر المحرك ثم ال ال وروح على constraint واختار pole vector اوكي pole vector هي اللي بدنا اياها عشان نعمل الركبة بس اختارها وحرك حتلاحظ انه صار فيه تحريك للركبة من هون و لما تختار الايكي هاندل تلاحظ انه فيه خط دايا عنده pole vector شغاله تمام اختار الثانية اختار الايكي هاندل لل رجل اليمين واكبس حرف غفل جي على الكيبورد عشان تختار لك اخر شي كنت انت مختاره بس هذا هو موضوع الركبة موضوع الركبة زي ما لاحظت انه بس بدي اتحركه بالترانسليت فبدي اشيل عن الروتايت وعن السكيل وعن الفيزابيليتي بكبس عليهم اول شي اختار تنتين مع بعض بصير روتايت سكيل وفيزابيليتي رأيت كليك look and hide selected بالتالي الانيميتر لما يجي يحرك ما بقدر يعمل روتايت ما بقدر يعمل سكيل بس بيختار الشكل وبحرك الركبة هذا بالنسبة ل الكنترول للركبة بدي اعمل كنترول ل الجزء العلوي من الجسم بدي ابدأ به الهب 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 بدي اعملها شكل بسيط من الكيرفتول بدي اروح على create cv كيرفتول بدي اروح على top view ومن top view بدي ارسم شكل باي مكان بدي اكبث x عشان يرسم في المكان الصح واختار اي شكل تحب ترسمه وترتاح له عشان تشتغل عليه صح ويكون مريح عند التحديد اوكي هذا الشكل عندي شكل زائد ليعمل history delete center pivot و freeze transformation اوكي الان برجع على perspective بلاحظ انه مكانه تحت بروح على الهب اللي هي هاي تأكد هي اسمها الهب اوكي غيرنا اسمها ارجع اختار العنصر وحرف v و middle click على هذا العنصر تختاره تكبره حرف الار بطريقة بتشوفها مناسبة اوكي اوكي لما تحطه في المكان الصح شيل عنه history و center pivot center pivot already freeze transformation شيل عنه اوكي اوكي هادي الهب control بتعطيها الاسم وبعدها بتختار الشكل المحرك وبعدين الهب shift مع الهب pawn بتروح على constraint orient constraint تأكد انك على maintain a setting maintain a offset عليها صح و add اوكي بالتالي صار عندنا لونه تغير البون وصار في عندنا حركة طبعا ما في تحريك بدنا ننشيل التحريك بدنا بس rotation كيف اشوف rotate للهب بون كيف جاي بالطريقة الصحة اوكي خلنا اغير الوانهم هادول بالنسبة له هاي للون الاسود زي ما عملنا لازلنا اوكي اوكي ودراوينغ اوكي 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 لنا نعطيها اوكي الون اوكي اوكي نعطيها اوكي اي لون بتحب ما في مشكلة خلي لون يبين اوكي الامور ممتازة نشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله وعمر قنديل من . in spot ترجمة نانسي قنقر